بسم الله الرحمن الرحيم محسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السبعة قياس الأداء مثال 3 من أجل تحديد سعر التحويل المناسب لتحويل المنتجات الوسيطة بين أقسام شركة مكة الصناعية أم كانت تجميع البيانات التالية التي ترتبط بقسمية التقطيع والتجميع بالشرك قسم التقطيع سعر السوق للمنتج الفرعي 50 والتكلفة المتغيرة للمنتج الفرعي عنده كام 20 وفيه طاقة عطلة 1000 وحدة قسم التجميع عدد الوحدات التي يحتاج إليها 900 طبعا هنا فيه عاطل ممكن يحول فإذا كان سعر التحويل بالشركة يعتمد على التفاوض والمساومة بين مديري القسمين فإن سعر التحويل يكون إيه ألف ولا باق ولا جيم ولا دال طبعا نشوف الحل حل لمثال 3 الإجابة الصحيحة باق تباق كان فاقي 20 و50 ارجع كده الـ 20 دي الحد الأدنى اللي هي التكلفة المتغيرة تمثل الحد الأدنى للسعر الخمسين ده الحد الأقصى للسعر اللي هو سعر السوق يعني القسم التقطيع اللي هو حيبيع للتجمية أدنى سعر يقبل يبيع به هو تكلفته المتغيرة لأدنى سعر وأعلى سعر يبيع به زي السوق سعر اللي هي السوق فإذا كان قسم التقطيع عنده طاقة زيدة طاقة عطلة يبقى مش هيتمسك قوي أن يبيع بسعر السوق هو يبيع بأي سعر يتراوح ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى لأنه عنده طاقة عطلة يبقى المفروض ما بين الـ 20 والـ 50 وده الكلام اللي تقريبا مكتوب إن سعر التحويل المثالي يجب أن يحفز ويشجع كل قسم على أن يعمل بصورة مستقلة وأن يحقق أهدافه الخاصة وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة العامة للشركة ككل وقد يكون سعر التحويل سعر السوق أو سعر التفاوض أو سعر التكلفة المتغيرة أو التكلفة الكلية وسعر التفاوض يعتمد على تحديد الحد الأدنى لسعر التحويل وهو التكلفة المتغيرة والحد الأقصى لسعر التحويل وهو سعر السوق فوجود طاقة عطلة بالقسم المحول منه اللي هو البايع يجعله لا يتمسك بسعر السوق وبالتالي قد يوافق على سعر أعلى من التكلفة المتغيرة وفي نفس الوقت فإن القسم المحول إليه قد يوافق على سعر أقل من السعر السوق لذا في الإجابة الصحيحة بها ترجمة نانسي قنقر